بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بسم الله وقفنا عند التمرين الثالث في الدرس الرابع عشرة وقفنا هنا قال المؤلف حفظه الله أضف الأسماء الآتية إلى الضمائل كما هو موضح في المثال so he says use the following nouns with the دمائر so the دمائر المتصلا which we've been covering possessive pronouns as is clear in the following example so we're going to read the example so the first example he gives بيتكم بيتنا as this is what we've been studying in the last lesson the dameer للمخاطبين which is known as the dameer the dameer for مخاطبين مخاطبين it's the second person plural والضمير للمتكلمين and the dameer for the first person plural مخاطبين والمكلمين so we say بيتن a house بيتكم your house plural بيتنا our house طيب فمن يريد أن يقرأ فليرفع يده I'm sure we can get about 10 people to read 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 only نعمق بلال آقب a couple more or should I start nominating people أيوة مصطفى هياك الله آسف you have a mic نعم someone's asking it is on youtube طيب نماصل عمر فاروق أم أم أمكم so read the first one first أم 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 أمكم أمنا أم أم أمكم أمنا نعم جيد أمم زكريا زكريا عمّن عمّكم عمّنا عمّن عمّكم عمّنا ما معنى عمّن عمّن أنكو ما جمع عم جمع عمّ عمّكم لا 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 جمع عمّن عمّ لا أدري أعمّم أعمّم نعم جمع عمّ أعمّم أعمّم لا تنسى أبو عبد الرحيم صديق صديقك صديقكم صديقنا صديقكم صديقنا صديقنا طيب ما جمع الصديق أصدقاء 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 على الوزن أفعيلاء أبو آدم أفضل أبو آدم مدرسة نعم مدرسة مدرسكم لا ليس مدرسكم مدرسة 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 كيف مدرسة 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 ليس مدرسة 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 نعم we we haven't done it yet but the only thing we've done it is is it سبحان الله it's مدرسة 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 نعم مدرسة أبو نسمي مدرسة لا 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 مدرسون مدرسون نعم جيد عبد الرحيم فضل أخت نعم أختكم أختكم أختنا 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 ما جمع أخت أخوات 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 نعم does it have another plural أخوات إخوات لا هذا جمع أخ ليس له جمع أخ نعم جيد أبو بلال لغة لغة سلام عليكم لغة لغتكم لغتكم لغتنا لغتنا صوتك يعني يشبه صوت أحد طلابي القدامة فهمت كلامي I didn't understand that was that your voice is exactly like an old student of mine I thought it was him I'm old you may be old but I'm going to say an old student probably 20 years ago oh mashallah okay mashallah لغتكم لغتنا جيد ما جمعوا لغة لغات 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 نعم أحسنت مصطفى دين دين دينكم ليس دينكم دينكم نعم دينون دينكم دينكم ديننا 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 نعم that's many people make these mistakes when they read سورة كافرون لكم دينكم وليا دين many most people read it as لكم دينكم لكم دينكم ديننا ديننا نعم ما جمعوا دين لا أعرف لا تعرف طيب قدر I was going to say I have a guess أديان 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 نعم أديان religions أبون أبون أبوكم أبونا كيف أكتب أبوكم how do I write أبوكم tell me what to do ألف ألف با با واو واو ألف ألف لا pronoun or whatever it's called أبوكم نعم so there's not ألف أبوكم نعم وا أبو أبونا أبونا نعم ما جمعوا أب أبا 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 أو أبا 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 أخن أقب أخن أخوكم أخوكم is the same with wow yeah أخوكم نعم and then أخونا 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 ما جمعوا أخ إخوة and إخوان and إخوان ما جمعوا أم أم أمهات أمهات ما جمعوا بيت we haven't done it yet but it's بيوت 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 نعم جيد I think there's a few left no reason خلاص إذن أم 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 طيب أقب while you're there you can read them all again بيت بيت كم بيت نعم أم 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 صديق 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 مدرسة 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 أبون أبوكم أبونا أخون أخوكم أخونا أحسنت قال إقرأ آسف نعم نعم سوية إقرأ تفضل آسف أسلام أحسن أي يوم هذا أي يوم هذا هذا يوم السبتي هذا يوم السبتي طيب ما معنى أي which نعم أي أي means which so why does it have one ضم here why does it have one ضم because it should be أي is it because it's مضاف مضاف إلي يوم is مضاف إلي so أي يوم هذا ما معنى جملة which day is this which day is this which day is this he says هذا يوم السبت ما معنى يوم السبت Saturday so it's Saturday تفضل carry on أي شهر شهر هذا أي شهر هذا هذا شهر رجب ما معنى الجملة which month is this which month is this هذا شهر رجب it's the month of رجب we know that okay carry on أي كلية هذه أي كلية هذه ما معنى الجملة which faculty is this هذه كلية التجارة this is the faculty of trade trade نعم let's have أبو أحمد تفضل carry on واصل في أي مدرسة أنت نعم في أي مدرسة أنت أنا في المدرسة المتوسطة ما معنى الجملة in which school are you in which school are you أنا so he says I'm in what is it primary the next one من أي بلد أنت يا أخت أحسن من أي بلد أنت يا أخت so why does أي why is it أي not أي because of the من because of the من like because of the so it's still مضاف أي مضاف بلد مضاف in which country are you يا أخت أنا من اليوناني I am from Jordan لا لا هذا الأردن okay I think it's Greece Yunan is Greece sure it's Greece naam Greece naam so في أي يوم طيب أبو أحمد في من أي بلد أنت أنا من Gambia أنا من Gambia سليمان من أي بلد أنت أنا من Ghana أنت من Ghana أمجد من أي بلد أنت أنا من الإنت رات و Bangladesh Asif من أي بلد أنت أنا من الإن كالترا أنا من الإن كالترا أقب من أي بلد أنت أنا من ال Hindi أنت من ال Hindi naam so number we done we can just say من أين أنت and we can say من أي بلد أنت from which country are you from who can give me an آية which mentions أي you anyone else says أي ما أي ما مهود مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ أو إِلَى فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ From which thing was he created now? Anything else? One say of that, we'll just look for the verse نعم, someone mentioned the ayah فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نعم, فَبِأَيِّ Allah says فَبِأَيِّ So فَبِأَيِّ آلَاءِ آلاء is like a نعمة فَبِأَيِّ نِعْمَةٍ So in which آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So Allah, he's speaking to the jinn and ins طيب اقرأ وَكْتُبْ تمرين الخامس اقرأ وَكْتُبْ من يقرأ to see Ahmed He's gone Amjad If you want to read the first line William 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 إدوارد لندن بارس باكستان إسْطَنْبُول إِسْطَنْبُول إِبْرَهِيمُ طيب سُلَيْمَان يَنِكَرْيَان إِسْمَائِيل إِسْحَاقُ يَعْكُوبُ أَيُّبُ سُلَيْمَانُ دَاوُدُ 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 يُوْنُسُ إِدْرِيسُ جِبْرِيلُ بِكَئِيدُ فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنُ نَعْمُ بُلْيَمُ إِدْوَرْدُ لَنْدَنُ بَارِسُ all the way to فِرْعَوْنُ then they all have ضَمَّةٌ وَاحِدٌ and the reason for this is because they are عَلَمٌ أَعْجَمِيٌ أَعْجَمِيٌ they are non-Arab names أَعْجَمِي so anyone who is not Arab they are called أَعْجَمِيٌ and that's why when Allah says to so whenever these names whenever they should take a كَسْرَةُ so if any preposition the حُرُوف جَرْكُمْ before them or they مُضَافًا إِلَيْ they take فَتْحَ instead of كَسْرَةُ so for example you say أَنَا مِنْ لَنْدَنَةُ أَنَا مِنْ لَنْدَنَةُ أَنَا مُوسَى إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَى نعم إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ نعم and Jibreel Mikail and we have Israfil as you all know they are Hebrew names as in the Hebrew language we have Israfil so Jibre and Mika and Isra apparently they all mean in the Hebrew language Abdon slave and Il 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 they means of Allah God so their names actually mean as some of the scholars mention Abdullahi servants of Allah Allah Ta'ala alam طيب so we will we will cover this in detail at the end of the book so for now we just need to learn that all of these names they end with one dhamma why did it end with one dhamma because they are alamun a'jamiyyun because they are non-Arab names most of these most of these a lot of the prophets names are Hebrew and then usually if you have a newly a new word in the Arabic language then it becomes a'jami obviously and it takes one dhamma for example Pakistan it's a new word in the Arabic language Pakistan it's not that old as a country so you have al-hindu it's very old and then obviously then they split and they divide it into Pakistan oh it's not a geography lesson طيب اقرأ المثال ثم حول الجملة الاتية مثله so he says read the following example and then we have to change the sentences just like it المثال أنت ذهبت إلى المدرسة أنت ذهبت so we haven't done this one yet أنت ذهبت so we've done in previous lessons we've just done ذهب which means he went we've done ذهبت with تأنيث which means she went we've done we've covered ذهبوا they went and in the previous lesson we've done ذهبنا they went for plural feminine نون النسوة and we've done we've covered in this lesson no so now we're doing للمخاطب for the second person you went so it's easy to mention we would say أنت ذهبت for a man and if we wanted to say about a woman we would say أنت and simple we would say ذهبت أنت ذهبت أنت ذهبت for the woman for the man أنت ذهبت and for a woman we would say أنت ذهبت but now so it's it's still past tense so it means you went to school you went to school نعم you went to school so we're not we're only doing past tense and then plural so this is مذكر وهذا أيضا مذكر if you can write here also مذكر جم so it's مذكر and it's also plural أنتم ذهبت so you went to school but it's plural جيد طيب عمر فاروق تفضل أنت خرجت من الفصل نعم so we'll say أنتم خرجتم أنتم خرجتم من الفصل أنت خرجت من الفصل أنتم خرجتم من الفصل ممن أنتم خرجتم you left in the class from the classroom from the class you left from the classroom نعم they're still all فعل ماضي they're all still past tense أنت خرجت أنتم خرجتم نعم and how would we say for a woman أنت خرجت أنت خرجت من الفصل لا أنت خرجت نعم خلاص أنت خرجت من الفصل يا أخت نعم جيد Zakaria no it wouldn't no it wouldn't be they left because we're talking to the people someone's asking wouldn't it be they left no we're not talking about them we're talking to them so these are second person when you say أنتم you are talking to the people أنتم you lot خرجتم you left from the classroom like we say أنت خرجت you left we wouldn't say he left then it would make any sense person will be confused نعم أبو عبد الرحمن or was it Zakaria نعم زكريا نعم أنت أنت جلست في الفصل أنتم جلستم في الفصل نعم أنت جلست في الفصل أنتم جلستم جلست أنتم جلستم ما معنى الجملة you sat you guys basically you sat in the classroom you sat in the classroom yeah but we're talking to plural so this one mentioned is مفرد and this one is جم plural أنت جلست you sat and if you say to a woman how would you say أنت جلست أنت جلست في الفصل نعم we'll do a lot of drills on this after إن شاء الله أبو آدم أين أين ذهبت يا أخي أين ذهبتم يا إخواني نعم أين ذهبتم يا إخواني أين ذهبتم يا إخواني ما معنى جملة where did you go or my brother where did you go or my brothers أحسنت أبو أبد الرحيم لماذا أبو أبد الرحمن أبو I was actually reading أبد الرحيم's name but you're after زكري أبو أبد الرحمن نعم فضل I missed you sorry I skipped you نعم it's a good hint فضل لماذا خرجت من الفصل يا أولاد لماذا خرجت من الفصل يا أولاد so I'm just going to write خرجتم instead of the whole sentence لماذا خرجت من الفصل يا أولاد لماذا خرجتم من الفصل يا أولاد ما معنى الجملة why did you leave the class oh you boy oh boy نعم oh boy why did you leave why did you all leave the class oh boys جيد نعم so أنتم is as we've studied in the previous lessons oh in this lesson أنتم sorry it's gone a bit crazy so أنتم we've done أنت أنت ما معنى أنت you أنت you feminine and now we're doing أنتم we've covered this previously we've covered this previously anyway that's incorrect أنتم so أنتم is you plural for men masculine and then we covered previously أنتن so you say so you say أنتم رجال أنتن long day نساء أنتن نساء أنتن نساء نعم نعم so الحفيد means ابن ابن the son of the son or son of daughter أي grandchild so it's your your son's son or your daughter's son ابن ابني مضاف ضاف الله ابن البنت مضاف ضاف الله حفيد so it's grandchild جمع حفدت حفدت الكليت جمع كليات so we've done these previously faculties colleges كليت الطبي college of medicine كليت الشريعة كلية الهندسة كلية التجارة محكمة means court أخ جمع إخوة وإخوان and أهلا مساهلا ومرحبا welcome it's hard to translate all of that اليونان Greece نصراني christian جمع نصارا البلد country can also mean city جمع بلاد بلاد وهذا هو الدرس الرابع عشرة فهل من سؤال حول الرابع عشرة any questions about lesson 14 أستاذ السلام السلام I wanted to mention before when you said دين what's the difference between دين and ملا like you explain in kharwait الله أعلم لا أدري آم تام 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 جزاق الله قيم ويا he's a ملا same any questions on the chat so quickly from what I can see it says الدين منصوب إلى الله تعالى والملا منصوب إلى الرسول that the religion deen is ascribed to Allah and a milla is ascribed to a messenger so you have the milla فاتبعوا millata إبراهيم as Allah says follow the milla the way or the path of Ibrahim but the deen is it's Allah's religion and then you have the path of the different messengers the milla رزاق الله خير على ستا والله تعالى عالم okay it says what is the plural for deen we mentioned someone's already written it why do we we drop the of definition in the plurals of some nouns like naam so okay this came up last lesson also so so for example we have the word بيتن which means a house بيتن so it's indefinite نكرة it's called نكرة indefinite when we add الْأَلْفِ اللَّام الْبَيْتُ it means the house so when we want to say your house we don't add الْأَلْفِ اللَّام to it we just write sorry we just write بيتك and we don't need to add بيتك or بيتك we don't need to add الْأَلْفِ اللَّام because now it's become definite because now it's مُضَاف مُضَاف it means it would be the house the house you it's become مَعْرِفَ it's become definite just by adding a ضمير متصل to it this could be بيتك so we could say بيت بيتنا بيتك 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 بيته بيتهما بيتهم بيتها بيتهما بيتهن now they're all definite so should we start saying انا من الهند no هند is an Arab word and it has الهند الهند انا من الهند نعم so هند is a very old word as is seen so these China India these countries were always known by this name we're talking about new when you have new words what's the plural of Hafid it's in the book here up here حفظتون حفظتون someone's asking about is it the name you have you have Malakul Mawt Malakul Mawti the angel of death yeah his name nobody yeah he doesn't have a name so yeah and Malakul Mawti is not a name it's a description the angel of death it's not it's not an actual name as for him being called Azrafil I'm sure this is Isra'iliyat narration maybe what were the prophet's actual names Musa Isa طيب نقف هنا and then we'll return back in a few minutes to do one of the side books هاده صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا